هنكمل كلامنا عن المباراة لكن اقول لكم انه علي جبر تعرض لاصابة هتغيبه ثلاثة اسابيع ده بعد ايام قليلة من خروج محمد حمدي الظاهر الايصر مصابا فيستدعي العلاج الطبيعي غيابه عشرة ايام عن التدريبات الجماعية ده غير انه محمد رضا بوبو كان في المعسكر وخرج ايضا لاجراء جراحة كان اعلن عنها فريق بيرامدز في الايام القليلة الماضية وده كله والفرقم سفرة لمواجهة فريق الجيش الرواندي في ذهاب دور ال32 من بطولة تدوري ابطال افريقيا اريد بعض التعليقات من نجوم كورا قالوا ان المباراة النهاردة اثبتت كابتن ربيع انه في لعيبة لا تستحق التواجد بقميص المنتخب تتفق؟ اه طبعا تتفق؟ اه طبعا فيش كلام يا احنا قلنا لعيب المنتخب ده يعني بيبقى دولي يعني على مستوى كامل لعيب النهاردة بيعرف في وفع كورا بيعنده تصرفة عنده ان المواجهات عنده القدرات المهلية عنده ان صناعة صناعة الفوز بتبقى انت كل ما بيعندك لعيب ده يعني عندك حلول حلول تقدر النهاردة لا اجيب جل في اي وقت لا اروح اكسب لان الكورا مش بيسهولة تطيطع منه مش بيبقى اخطاه قليلة شخصية بيعرف يروح في الوقت المناسب فزي صلاح شخصية دولية على اعلى مستوى هو ده اللازم يبقى موجود احنا بنقول دلوقتي كوراة القدم بتعتمد على من اول حرس الماور ما لازم يكون لعيب كورا وعالي جدا عشان ابتدي ابتدي وتعرف توقف على الكورا عندنا مشكلة كبيرة كانت في موضوع الوقوف على الكورا النهاردة تلاقي احيانا مساحات مش عارف توصل منها الكورا يعني حتى لو افع الكورا ده قال لحاجة لعيب النهاردة الفريد التونسي كان بيعفع الكورا وصفاتهم عالية جدا وخبراتهم كبيرة نفعتهم باقي موجودة فاللي اصده ان لا فيه لعيبة اللازم ان شاء الله بإذن الله تعالى نفكر في اللعيب الدولي في فارق بين اللعيب الدولي